حضور 228 نائب لقبة البرلمان من 329 هذا يبشر بأنه هناك قبولية نحو توجه نحو الأغلبية الوطنية ولكن الأيام القادمة سوف تبين أكثر توضح أكثر هذه الأغلبية لكن مع الأسف اليوم ما حدث هو يسيء إلى الديمقراطية حتى وإذا لم تتفق مع وجهة النظر يجب أن تكون في داخل قبة البرلمان وتبدي رفضك أو لا تصوت أو تصوت لشخصين التي رشحتها مثلا فخروج أنا أصور غلط وأأمل بالجلسات القادمة أن يكون جميع موجودين ونسمع جميع الأصوات وهذه هي الديمقراطية إذا رفضناها أو تقبلناها ولكن اليوم وجود جلسة البرلمان حسب الدستور وإنعقادها فهو نصر لكل الذين يردون إراقا جديدا يعني جنابك أستاذ سامان جنابك تعتبر 227 نائب هم يمثلون الأغلبية الوطنية أو أقول 220 بدون السبعة أنا أقول يبشر 228 هو يبشر بأنه الاتجاه نحو هذا الأغلبية طبعا يجوز عندما يأتي القضية الكتل ما يجوز 228 يجوز أقل بس يعني الأغلبية توجه نحو الأغلبية هو الصورة التي توضحت اليوم بأن الأغلبية الوطنية هي التي ستدور المسرح السياسي في العراق لأربع سنوات القادمة خليك من الميتين وثمانة وعشرين أو ميتين وسبعة وعشرين الميتين اللي صوتوا لصالح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هل هم أنفسهم عدد الكتلة الأكبر التي ستسجل داخل مجلس النواب وتمرر الحكومة أنا أقول ليس 200 يجوز 180 يصيرون أو بين 180 إلى 200 لأنه يجوز خروج بعض الشخصيات والضغوط اللي راح تصير وبعد هذه الجلسة راح تكون هناك ضغوط وكما شفنا أنه خروج بعض الكتل اللي كانوا موجودين حين بدأوا التصويت ولكنهم خرجوا قبل التصويت فهذا لا يكون معيار كامل بالميتين أو أقل أنا أصور الكتلة الوطنية الكبرى الكتلة الكبرى خد نقول راح تسجل بعد هذه الجلسة القادمة سوف تسجل وسوف نرى انتخاب الرئيس الجمهورية وتكليو الرئيس الجمهورية يكلف خد نقول رئيس الوزراء القادم إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة